بعد مغالاة الأندية المصرية في طلباتها يعني أصحار العيبة في مصر بقيت ملاش بقياس لا بقيت أغلى من اللعيبة اللي انت بقيت يومها من أوروبا اه فخلص فانت نهاردة أنا لعيب أنا كنت عايز وفيه أندية برضو يعني أنا كنت عايز محمد اسماعيل مثلا بزد مرضيش يتبيعه فأنا رحت عبط محمد اسماعيل بالعيب زغير تمام نكلفنيش حاجة مكلفه مرتبه لعيب فري وهيبتدي يشتغل معهم وأنا برضو لازم اللعيب اللي تحت السن تحديدا ده أنا أصبر عليه أيوا لعيب 18 سنة أو 19 سنة أنا شوفت جيفرسون على فاكه شفت له فيديوهات لعيب مميز جدا في الخلوج بالكورة لعيب قوي بس عنده مشاكل جمع في التمركز في منطقة الدفاع أعتقد أنه محتاج اللي انت بتقول ده عليه ومحتاج صبر ومحتاج جوزي جوميز يشتغل معه شوية وبعد كده ممكن تاخد مدافع مثالي يعني أنا هسألك سوريا كريم معلش يعني قلبنا للقصة حسام عبد المجيد يعني فوجة نظري أنا بعد مع محمد عبد المنام مشي هو رقم واحد في مصر لعيب بيقوم بأدواره على أكمل وجه ممكن أحسن مرامل ربيعة دي وجهة نظر أه إيه إنت عشاف أحسن مرامل ربيعة أنا شاف أن عبد المجيد أحسن مضافع في حسن مصر حبيب أه دائم أنا كنت عايز أسألك على حاجة مهمة بس قبل ما أخرج من دي لأنت قلت نقطة مهمة أو المغالاة الأندية في مصر في اللعيبة بتاعتها مش ديجو زقية برضو لو فتحنا فكرة الاحتراف الأجانب اللي يجو مصر يخلي السوق بتاعنا يتضبط شوية يعني دلوقتي لما أتجيب أجانب كتير من برة فأيجي بقى اللي بيغالي داوة تقولك لأ أنا مش هغالي أوه أنا هبيع برقم معقول عشان أبيع لعبتي بدلا ما مش هعرف أشتري ما دلوقتي النادي أهلي أو زمالك تيجي أنت النادي الفلاني تقولي اللاعب داوة بكذا زي حراس المرمى مثلا في مصر حراس المرمى في مصر عاملة نادرة طبعا تيجي تشتري حارس المرمى صعب أصلا أنك تشتري حارس المرمى صعب أنك تلاقي حارس مربع بالضبط هي بقى 3-4 اللي موجودين وكل الأداء بتلفها حواليه ومحاج بيسيب الحارس الكويس اللي معي لما أنت تيجي تشتري من برة هيقولك لأ خد الحارس بتاعها زي الفل ما أنت هممكن تشتري حارس من برة أنا عايز أقولك يا كريم أن اللاعب الفلسطيني بتحزب مصر لو أنت روح تجيبت حارس فلسطيني الاتحاد الكرة ما ما وفقش الحارس ده بقى خطة أحمر تم المهاجم الحارس ده عشان هو مركز واحد معلاش أحنا عدينا موجميل في مصر عنا رجل مصطفى محمد اللي برة أنا شايف أن حسام أشرف هيبقى مهاجم كبير حسام أشرف ده هيبقى مهاجم كبير جدا وهياخد فرصة على فكرة يعني هو في كلام كتير بيتقال بس هو مش أكيد كل الكلام ببقى صح زي ايه لا حسام أشرف الرجل بيتمرر وفرصته هياخدها وهيبقى أحسن مهاجم في مصر أحسن مهاجم في مصر لأن ده ده من نوعية المهاجم اللي بيتحرك كويس حالكورة بيشوف قوي يعني يعرف يفتح اللعب شمال ويمين محطة مهمة جدا لأعتقد أن حسام أشرف هيبقى من المهاجمين المتميزين جدا